إذن في واحدة من الخطوات الواعد على طريق تحقيق تنمية بيئية مستدامة ارتفعت الإصدارات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 6 مليارات و 400 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021 لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع وأهمية المشروعات الخضراء ذات التأثير الإيجابي على البيئة مع ضيفي الدكتور أحمد العطيفي الخبير الاقتصادي أهلاً وسهلاً بحضرتك ولنتحدث بداية عن العوامل التي تميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية الأخرى يعني أولاً الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد يخدم البشرية عموماً ولا يخدم دول بحد ذاتها الفرق ما بين السندات الخضراء وبين السندات الأخرى السندات الخضراء تكون متوجهة إلى مشروعات تتعلق بالبيئة مشروعات تكون قادمة تتعلق بالانخفاض الانبعاثات الكربونية اللي أثرت على الكرة الأرضية كلها وسامت في ارتفاع درجة الحرارة التجهات دلوقتي التمويل ابتدت في هذه السندات الجديدة لأنها تتعلق برضو بالسندات مشروعات تتعلق بالبيئة مشروعات تتعلق بالنقل وده كانت تجربة جيدة موجودة ابتدت في مصر حديثا وكانت بعد التعدلات اللي قامت بها إترقابة المالية سنة 2019 تتعلق بقانون سوق المال ساهمت إن مصر كانت أعملت أول إصدار في هذه السندات الخضراء كان 750 مليون دولار ودوت كان ساهم طبعا كان عامل جزم كبير جدا وتخطيته أزد من خمس مرات وده كانت سندات سيادية قامت بها الدولة ولكن حاليا في خلال هذا العام والأسابيع الماضية كان أول إصدار للسندات المحلية الخضراء وقامت بها مصر ودوت كانت خاصة بالشركات ودوت احنا شايفينه هو خطوة إلى التنمية المستدامة دائما بنقول إن التنمية المستدامة تتعلق أيضا بهذا النوع من هذا الاقتصاد والواضح جدا حتى عندنا في مصر في المدن الجديدة ابتدت هذه المدن تتعامل مع نوعا جديد من الطاقة بنتكلم على الطاقة الشمسية ابتدت الدولة تتجي الإصدار هذه السندات لتمويل بعض المشروعات لتتعلق بتحليل مثلا مشروعات التكس الأمور التي تتعلق بتخفيض الانبعاثات الكربونية كل الأمور دي بتساهم في حد ذاته لجذب رؤوس الأموال لتمويل جديد من أحد السندات الخضراء الجزء الأهم من هذه السندات تكلفتها تكون منخفضة مقارنة بالسندات الأخرى لأن أعتبر هذا ليس مشروع قومي داخل البلد فقط ولكنه مشروع عالمي بينظر به البنك الدولي طيب يعني مسألة الاستدامة مسألة مهمة جدا بالنسبة للمشروعات التي تتبنها الدول حاليا كيف تستفيد الاقتصادات من المشروعات الخضراء والمشروعات التي تعتمد على الاستدامة يعني طبعا أول جزء هو المشروع يتعلق بالطاقة النهاردة لو بنتكلم على الطاقة الشمسية النهاردة تكلفة الطاقة كبيرة جدا والطاقة هي أحد العناصر الأساسية لتنمية الاستدامة النهاردة لو عندنا مصانع أو عندنا شركات أو عندنا استثمارات نتكلم عليها على 30 سنة قادمة أو 20 سنة قادمة هي كترؤية الدولة أصلا لخطتها ل20-30 أنها تتجه إلى استخدام الطاقة الشمسية والطاقة الشمسية هي أحد العناصر المهمة أو الأجزاء المهمة التي تتعلق بالسندات الخضراء كل دوات مرتبط بينه وبعضه الجزء الثاني التنمية المستدامة تتعلق بالزراعة والرقعة الزراعية وارتفاع هذه الرقعة الزراعية كل الكلام دوات برضو مع تعلق بالاقتصاد الأخضر نجاح الدول عموما في هذه الإصدارات بتنعمل نقول شكل مختلف نجاح الدول في هذه الإصدارات برضو بتقلل الفكر والبطالة تنخفض بترتفع الأجور للعملين الموجودين إحنا عايزين نقول إنها تجربة جديدة عالمية ابتدت على مستوى العالم من 2008 ومصر هي كان لها عايزة أقول السبق في الشرق الأوسط في خلال العام الماضي وأعتقد إن إحنا هنشوف إصدارات جديدة في خلال السنة القادمة موسيقى